نهاية للعمل الكشفي الشبابي التطوعي تستضيف الكويت أكبر ملتقن شبابي تحت شعار تمكين برعاية الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والله الحمد يعني بعد رفع القيود عن الاحترازية الطبية في الكويت أيضا حصلنا تقريبا نصيب الأسد بيقامة ما يقارب من 6 إلى 7 فعاليات في الفترة القادمة بإذن الله من أهمها رح يكون ملتقى الشباب تحت مسمى تمكين رح يكون بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط تحت رعاية الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق القانم احتمال رح يكون في شهر مايو أيضا هناك عدد من اللقاءات في بعض الدول وفعاليات رح يكون مشاركة جمعية الكشافة الكويتية في هذه الملتقيات وهذه الفعاليات أعتقد هذه رح تكون يعني إضافة إيجابية ومسحة إيجابية على مدخلات ومخرجات هذا المؤتمر اللي كما قلت بكون تحت مضلة مجلس الأمة وعلى رأسه رئيس مجلس الأمة اللي هو أيضا عنوان برلماني ديمقراطي نضالي بكل المعاني سواء كان بالمعنى الاجتماعي أو بالمعنى اللي العلاقة بالتنمية لجنة المستشاريين الشباب الكشفي العربي تعمل كحلقة وصل بين الشباب الكشفي العربي واللجنة الكشفية العربية لإصال صوت الشباب إلى اللجنة والبحث عن حلول ومخارج ومبادرات بهدف تطوير الحركة الكشفية في الوطن العربي والإشراف على ملتقى تمكين بخصوص ملتقى تمكين هي الفكرة فكرة الشباب وتعالج هذه كل التحديات اللي احنا وقدناها في الشباب الفكرة العامة من الملتقى أنه يمكن الشباب بشكل أكبر ليكون الشباب قادر على العطاء في جمعياتهم الوطنية في الكشفية في دولهم وبالإضافة إلى أن نلتقي مع الشباب بشكل مباشر وقريب منهم لنبحث عن تحديات وصعوباتهم يريدون أن يقومون بتطويرها في العمل الكشفي رؤساء الجمعيات الكشفية العربية وخلال اجتماعهم اعتمدوا الجداول الزمنية لفعاليات وأنشطة هذا العام وتوزيعها على عدد من الدول العربية ومنها الكويت كما شهد توثيق الحركة الكشفية الكويتية منذ انطلاقتها وحتى الآن من خلال كتاب توثيقي أدعى في مكتبة المنظمة الكشفية العربية احنا طبعا عرضنا جمعية الكشافة الكويتية جميع الإنجازات اللي تم إنجازها خلال سنة 21 حسب المطلوب من الإقليم العربي الحقيقة قدمنا الإنجازات وهو تقديم الخطة الاستراتيجية لجمعية الكشافة الكويتية وأيضا بصفة جمعية الكشافة الكويتية عاصمة العمل الكشفي فجميع الدراسات والدورات والفعاليات إن شاء الله سوف تقام في دولة الكويت نتبع تستطيفها بإذن الله الاجتماعات سارت فعلا بها كنا متخوفين من بعض البنود لكن الحمد لله تم حال حالة البنود وعرضنا تقاريرنا كجمعيات والمؤتمر القادم الثلاثين وعندنا بعض الأنشطة حضورية منها البارد جامبوري اللي هو للأشخاص ذوي العاقة في المغرب وعندنا لقاء الجوال العرب في الواحد وعشرين في تونس والأمور ماشية إن شاء الله ربي يزيح الجائحة هذه الكويتية التسعتاش وكذلك مكرون وغيره وأن نكونوا متعافين دائما وأولادنا ينشطوا ويلتقوا لأنه هو هدف متاعنا لقاء الشباب لبعضهم لكي تكون دائما وحدتنا واحدة إن شاء الله الدولة فلسطين ستستضيف لغاء الكشفي السادس عشر للمفوضين الدوليين العرب في مارس الجاري كما تستضيف الكويت وتونس وليبيا عدة فعاليات شبابية مختلفة هذا العام أحمد عنيزي لقناة اي تيفي العدالة القاهرة